موسيقى عقبات صعوبات وأزمات وإن كانت في طريق رسمناه بعزم وثبات لن نخضع لها وسنسير بخطوات أصلب من حجر الجبال لننطلق برحلة في ميدان العلم والمعرفة وبرنامج الخطوة الأولى حياكم الله مشاهدين وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة رافقونا يروع رسول الله صلى الله عليه وآله مجالسة العلماء عباده حياكم الله مشاهدين الحياة بصعوباتها يجب أن لا تثني الإنسان عن طريقه وإنما يجب أن يواصل جدة والاجتهاد لطلب العلم رغم أشواك الطريق لذا سيكون حديثنا اليوم عن مواجهة التسرب من الجامعات رغم صعاب الحياة فكيف نساعد أنفسنا ونساهم ببناء الوطن ونجابه كل التحديات مهما كانت لإكمال طريق العلم رافقونا بهذه الرحلة لنستطلع آراء الطلبة ابقوا إيانا بالنسبة للمشكلة التسرب الجامعي غالبنا الطلاب أما تواجههم مشاكل عائلية فمنضغط من العائلة ومن الأسرة أو تكون عندهم مشاكل مادية فالطالب الجامعي ما يكون عنده سيولة نقدية فيواجه مشاكل ويروح ليتجه للعمل الخارجي عندنا طلاب جامعتنا كانوا يتجهون للعمل بمطاعم مثلا ما عنده قدرة مالية على مودي يجمع مصروفه اليومي أو يجمع فيتجه للعمل نعم نعم مواجهة هذه الحالة يعني مو بس بالجامع أكيد بالمرحلة كمتوسطة كأعدادية هو من زملاتك والدراسة نظروف معينة لأسباب مادية لأمور عائلية يعني قصة منه ما يقدر يوازن بين العمل أو بين الدراسة فالصعبه مثلا عنده شغل الصبح مثلا الدراسة كان دوام صباحي فذلك يكون علي صعبه أنه يوازن بين العمل وبين الدراسة فالدراسة يراد لها وقت يراد لها قراءة يراد لها متابعة يعني رادها تأخذ هواي وقت فيه صعبه أنه يوازن وظروفه صعبه لذلك يعني اضطروا أنه تركنوا هذه الدراسة طبعا واجهنا كثير من هذه الحالات خصوصا أكثر أكثر سبب يكون الأسباب المادية خصوصا كجامعات أهلية يعني مثلا أكو طلبة المنحة أكو ظروف تنلغي المنحة ما حي يضطم يترك واجهنا كثير حالات طلبة تفكت بسبب المادية أكثر نصيحتي للطالب اللي يواجه ظروف مادية معيشية صعبة أو ظروف أسرية أو ظروف أخرى يعني إذا كان هو الطالب نفس المعين أنه يواجه المشكلة يصبر ممكن تنحل ممكن يقدر يتغلب عليها ممكن يتجاوزها يعني مو مباشرة أول ما تواجه مشكلة أو تواجه حالة وفاة أو مشكلة سرية أنه يترك الدراسة مباشرة وها هي انتهى كل شيء لا ممكن تنحل المشكلة يعني مو فد شيء صعب أولا أقول أن أوجه كلام إلى كل شخص يعني يعاني في مسارات الدراسية من كثير من المعوقات أو المشاكل نقول له أولا أن الحياة لا تخلو من المشاكل أو المعوقات فعل عليها أن يقوم هذه الظروف وهذه الصعوبات لكي يشتاز هذه الحاجب أول شيء والثاني شيء أنه يكون قدوة للمجتمع يقتدي به من خلال اجتيازه هذه المشاكل والمعوقات ترك الكلية وعدم إتمام الدراسة الجامعية مسألة ذات أبعاد إنسانية وأعباء اجتماعية فما هي الأسباب التي تدفع الطلبة للتسرب وكيف يمكن حل هذه المشكلة من قبل أهل الاختصاص رافقونا واستطلاع آراء لبعض الأساتذة الجامعيين كما تعلمون أن هناك عوامل كثيرة لتسرب أبناء الطلبة من الدراسة هذه طبعا ترجع البعض منعتها والأغلب هي مسألة اقتصادية وتعرفون الظروف التي مر بها البلد هذا دفع كثير خاصة من أبنائنا الشباب الذكور إلى ترك الدراسة والاتجاه إلى العمل كذلك قلة فرص العمل المستقبلية هذا أيضا كان الدافع رئيسي لابتعاد الطلبة عن الدراسة فلذلك يجب وضع خطط مدروسة لاحتواء الطلبة كما أن هناك بعض الفوارق الطبقية حتى بين الطلبة أنفسهم كذلك هناك بعض الأسباب مثلا أو الخلافات العائلية أو أمور الانفصال والطلاق كذلك هذا يكون سبب رئيسي أيضا في ابتعاد الطلبة عن الدراسة فلذلك يجب أن نضع خطط مدروسة للحفاظ على أبنائنا في وضعهم الدراسية فهذه الأسباب جميعها هي تدفع للطلبة حتى كذلك مرحلة الدراسة الابتدائية هي وضع الحجر الأساس في حب الدراسة والاتجاه على الدراسة والتجاه على الدراسة فذلك يعني نوصي جميع التربوين والأكاديميين على تجاه أبنائنا على الدراسة ورسم المستقبل لهم وحثهم بشكل أوسع وأكثر بالاتجاه على الدراسة والنتائج وكذلك نرى أن هذه المجتمعات المتقدمة هي جاءت من مواصلة المسيرة الدراسية ورسم الخطط المستقبلية لاحتواء هؤلاء الطلبة طبعا مشكلة تسرب الطلبة بشكل عام من الدراسة ومن الجامعة بشكل خاص إلى أسباب كثيرة يعني من ضمن هذه الأسباب هو الجانب النفسي لأنه كل طالب هو إنسان يتكون من مجموعة من الأحاسيس والمشاعر اللي يجب فهمها من قبل الكادر التدريسي أنا رح أركز كلامي من ناحية الكادر التدريسي ودوره في هذا الأمر ففهم التدريسي أو فهم اللي هو يمثل أخ أو أب أو صديق أو أستاذ بحد ذاته لازم يفهم الطرف الثاني ونفسية الطرف الثاني لأنه بهذه المرحلة العمرية الطالب يعاني من عديد من الاعتلالات والأشياء الهرمونية اللي هي قد تلقي ظلالها وتنعكس للجانب الخارج أو اللي هو سلوكياته من هذه السلوكيات يريد يحقق ذاته أو غيرها من الأمور فيحس أنه من هذا الشيء أنه ينجز في الشيء مهم وبالتالي التسرب من الجامعة لذلك دوره يكون جداً مهمة لأستاذ الجامعي لازم يكون مرن بتعاملة ويحتوي الطرف الثاني لأنه مثل ما أذكرت أنه قد يكون عوامل خاصة به لأنه بهذه المرحلة يعاني من العديد من الاعتلالات الهرمونية أو عدم التوازن الهرموني إضافة إلى شيء آخر الذي هو خارج الشخص الطالب قد يكون يعاني من عدة أمور أمور مالية ضائقات مادية أو مشاكل عائلية لذلك يجب فتح أبواب حوار مع الطلبة ويكون الأستاذ قريب من طلابه في حل هذه المشاكل لأنه كلما يكون الأستاذ قريب من طلابه سيكون يزرع الثقة بشكل أعلى داخل طلبته وأنا أصور أنه هذا الحل الأمثل وكذلك تفعيل دور الإرشاد لأنه الأستاذ هو كمرشد فلو كان مثلا يتكلم بلطف وبمصداقية وبكل بعدم وجود قيود أصور راح يفتح أبواب الحوار ورح يجد حل لهذا الموضوع إن شاء الله طبعا أحد أسباب ترك الدراسة بالنسبة للطلبة في الجامعات هي الضغوط الاقتصادية والضغوط النفسية والضغوط البيئة الضغوط الاقتصادية تعرفون أنه العراقي يمر بأزمات وتقلبات غير ثابتة بسبب أنه الانكم أو الوارد بالنسبة للعائلة العراقية أو يعني نتكلم على خط الفقر أو عامل الفقر الموجود بالعراق أنه يتخطى حاجز الـ 41% هذا يؤثر بصورة سلبية على مستوى الدراسة مما يضطر الطالب أو الطالبة بعد الدراسة إلى العمل يعني عمل خارج أوقات الدراسة مما يؤثر عليه على مستوى الدراسي ومستوى العلمي بالنتيجة مني تعرض الطالب إلى ضغوطات كثيرة خصوصا إذا كانت الكلية تحتاج من عنده متطالبات دراسية عالية فما رح يقدر يلبي المتطالبات فهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تخلي الطالب يعزف أو يترك مكان الدراسة أما الضغوط الأخرى الظروف البيئية أو ظروف البلد البلد مر بمتقلبات وعطافات خطيرة وحاليا أنه في توجهة إلى حالة الاستقرار وهي تحتاج إلى وقت أنه الناس والطالبة أنه تستوعب هذا الظروف وترتب نفسها عليه بالنتيجة أنه يرجع ثمانيات نبر جوع الطلبة بصورة طبيعية إلى مقاعد الدراسة مشاهدين الكرام بعد هذا الاستطلاع تعالوا معنا لننتقل لمدرب التنمية البشرية والحديث أكثر حول أبعاد مشكلة التسرب الجامعي وتأثيرها على المجتمعات اليوم بشكل عام مع طرح أهم الحلول لمواجهة مشكلة التسرب الدراسي رافقونا مسألة التسرب الدراسي هي مسألة عالمية مسألة واجهتها كل الأمم واجهتها كل الشعوب واجهتها كل المدارس واجهتها كل الأنظمة التعليمية التسرب الدراسي أو التسرب المدرسي أصبح لديه الجميع يقدم لها الحلول واشتراح الحلول من أجل الحد من هذا التسرب يعني عندما يتسرب الطالب من المدرسة أو من الثانوية أو من الجامعة أولا هو يخسر نفسه أولا هو يخسر قيمته أولا هو يخسر هويته أولا هو يخسر هدفه في الحياة هناك قصة سريعة للسيد عادي السيد عادي خلق عادي وأنجب أولادا كانوا عاديين وتزوجوا فيما بعد وكانوا عاديين ثم كبر عادي فتوفي عادي ومات وكان عادي لا كل إنسان يحمل مننا مسؤولية الخلاف على الأرض أقولها وبصراحة ومصميم القلب الإنسان عليه أن يستخلف في الأرض وخلافته في الأرض هي خلافة عملية علمية الآية الأولى التي وجهت للشباب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التفتوا جميعا أحبائي اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية تدل على العلم فضلا أطلب العلم من المهدي إلى اللحد أطلب العلم ولو في على حفة القبر أطلب العلم ولو كان في الصين إشارة إلى أهمية التعلم إشارة إلى أهمية المعرفة إشارة إلى أهمية الإدراك إشارة إلى طرد الجهل نعم أقول للشاب أقول للناشية أقول للجامعة أقول لكل الصروح العلمية والتعليمية المسألة الأولى تقع على الوالدين أن يشخصوا المشكلة التعليمية والتربوية لأن التربية والتعليم خطان متلازمان مع بعضهما البعض التعليم ينشأ عن التربية كلما كان لدينا تربية إيجابية سوية أخلاقية قيامية كلما كان لدينا التعليم الإلجابي التعليم الناجح التعليم الذاتي التعليم الذي يحقق الإنسان نفسه هاي مسؤولية أولى على الوالدين وأقول للشاب التفت عندما تخسر دراستك العلمية والتعليمية سواء بالإعدادية أو بالثانوية أو حتى بالجامعية أنت تخسر نفسك أولا فضلا تصبح عبءا على الأفراد على الأصدقاء على عائلتك على أصدقائك على المجتمع فضلا أن الطالب الجامعي يقع في البيت أو يجلس في البيت ويمتد جلوسه في البيت لفترة زمنية طويلة دون أي جهد ودون أي كد ودون أي محاولة لتحصيل المال فأنت أيها الطالب الجامعي التفت جيدا أقولها من قلبي أنت تخسر عمليا ذاتك تخسر هويتك تخسر رسالتك تخسر هدفك وما حدا رح يجي إلك اتعلم وحصل واستفيد وحق ذاتك إذا تعلمت حتتعلم أنت وإذا نجحت حينجح غيرك مثل ما نجح غيرك ومثل ما استطاع غيرك أنت قادر أن تنجح وقادر أن تحقق ذاتك حتى ولو فشلت أول مرة حتى ولو حاولت يعني مرة لأنه إذا استطاع غيري فأنا أستطيع حاول مرارا كد اسعى جاهد وما تاخد قرار بالتسرب الجامعي لأن النجاح قرار والتسرب أيضا قرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأحبة بهذه اللحظات نصل لختام حلقة اليوم نشكركم على حسن المشاهدة على أمل الملتقى بكم في حلقات قادمة نستودعكم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة